السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام لا تزال تعني لي الكثير لكنك لم تعد تستحق المحاربة وبيبدأ فيلمنا النهاردة فعرض مصرحية مدرسية من أداء مجموع الطلاب وبعد ما بيخلص العرض بيرجع الطلاب دول يحتفلوا مع أصدقائهم بسبب أداءهم المميز في المصرحية وبيقول طالب اسمه طارق إنهم هيحتفلوا كلهم في بيت راما مؤلف المصرحية بكرة بالليل وبعدها بتروح بنت اسمها سور لطارق وبتقوله إنها لازم ترجع البيت دلوقتي ومش هتستنى إعلان جوائز المصرحية لإن مامتها محتاجاها ضروري وبتودعهم كلهم وبتمشي وفي الطريق لبيتها بتنشر صور المصرحية على موقع المصرحية اللي هي مصممة بنفسها ولما بترجع سور للبيت بتساعد مامتها في إدارة مطعامهم اللي جنب بيتهم وبعدها بتمسك سور تليفونها وبتتحقق من نتائج حفل الجوائز وبتفرح جدا لما بتلاقي مدرستها كسبت وبتبلغ مامتها بالخبر ده وبتقول لها مامتها واضح إنها مشغولة بكل الأمور دي ومش مهتمة بدرستها فبتقول لها سور إن كل ده هينفعها علشان تقدموا في سيرتها الذاتية وتقاريرها خصوصا إنها رايحة تقدم تقريرها بعد بكرة في الجامعة علشان تاخد منحة دراسية هناك والتاني يوم في المدرسة بتحتفل المدرسة كلها بطلاب المصرحية علشان المسابقة اللي كسبوها وبيقول مدير المدرسة خطاب لأبطال المصرحية وبيشكر اتنين على واجه الخصوص راما المؤلف وأنجون مخرجة المصرحية وبيكملوا احتفالاتهم طول اليوم وبعدها بتروح سور لصديقها المقرب أمين واللي بيبقى شغال في مكتبة وبتطلب منه يروح معاها حفلة راما بالليل لإنها محرجة تروح لوحدها وبتقطعهم بنت اسمها فرق وبتقول لسور إنها بنت جديدة في الفريق والأفضل ما تروحش للحفلة وتضيع وقتها وتركز على المنحة اللي هتقدمها بكرة لكن ما بتهتمش سور بكلامها وبترجع سور للبيت وبتقول لباباها وممتها إنها رايحة الحفلة فبيحذرها باباها إنها تشرب خمور هناك فبتطمنه سور إنها مش هتشرب ولما بتروح معاها أمين على دراجته وبتسأله عن البنت اللي كانت في المكتبة بيقول لها إنها كانت المصورة القديمة للفرقة لكنها انطردت بسبب شوية مشاكل بينها وبين أعضاء الفريق ولما بتروح سور للحفلة بتقابل والد راما اللي بيقول لها إنه كان بيدور على صانع مواقع إلكترونية محترفة ولما شافشه لها عجبه جدا وعايزها تشتغل معاه وتصمم له موقع فبتوافق سور وهي متحمسة وبالليل في الحفلة بيبدأوا الشباب يلعبوا ألعاب ويتسلوا وبيطرح طريق لعبة إنهم يلفوا راس ضخمة بسرعة واللي الراس دي هتقف تبص عليه هيشرب كاس من الخمور وبتبدأ اللعبة وبتقف الراس على سور وأمين وبيضطروا إنهم يشربوا هما الاتنين وبعدها بيطلب أمين من سور إنهم يمشوا لإن الوقت تأخر لكن سور بترفض وبتقوله يمشي هو وهي هتفضل لحد ما الحفلة تخلص وتاني يوم الصبح بتفوق سور وهي مش متذكرة حاجة لكن بتلاقي نفسها تأخرت على معاد تقديم المنحة فبتجهز بسرعة وبتاخد حاجتها وبتمشي من غير ما حتى تغير لبسها وبيبقى بابها بيحاول يمنعها وبيزعق لها لكنها ما بتهتمش وبتكمل في طريقها وبتروح لهناك وبتقدم تقريرها لكنها بتتفاجئ لما بيقولولها إنهم مش هيقبلوها في الجامعة وده لإنها كانت في حفلة مبارح ومخمورة ومش في وعيها وبيوريها صور ليها وهي مسكة المشروبات وبيقول لها إن الصور دي مرفوعة على كل مواقع التواصل وإنها حتى لسه لبسة نفس اللبس في الحفلة وبيقول لها إن قوانين المنح إن يكون الشخص محترم لكن بالشكل ده مش هيقدروا يدوها المنحة سواء هم أو أي جامعة تانية وبتمشي سور وهي مخيبة الأمل وبتروح لأمين وبتسأله إيه اللي حصل في الحفلة مبارح فبيقول لها إنه ما يعرفش حاجة لإنه مشي قبلها وسبها هناك بعد ما طلبت منه كده وبعدها بترجع سور للبيت وبتلاقي مامتها عرفت إنها ترفضت في المنحة وبتلاقي باباها بيطردها من البيت وبيقول لها إنها شربت خمور وكمان ألحقت به العروف ضحيته لما جي شاب بالليل يوصلها وهو شايلها وخبط على كل الجيران وقت الفجر وكلهم شافوه هو شايلها وهي مخمورة وبيزعق لها وبيضرابها وبتاخد سور شنططها وبتمشي من البيت وبتدخل لحمام عمومي في الشارع تغير لبسها وبتلاقي اتشيرتي اللي لبسها مقلوب وبتفهم إنها غيرت لبسها في الحفلة لإنها كانت لبسها بشكل طبيعي وبتروح للفريق المسرحي وبتسأل طارق مين اللي رجعها البيت مبارح لكنه بيقول لها إنه مشغول وبيسيبها وبيمشي فبتسأل راما نفس السؤال فبيقول لها إن أنجون طلبت لها عربية أجرة من شركة نيت كار بالليل لإنها كانت فقدة للوعي وبتروح لأنجون وبتسألها على المعاد اللي طلبت لها في عربية الأجرة فبتبعت لها السجل وبتعرض صور عليهم الصور اللي انتشرت وبتسألهم لو يعرفوا مين اللي نشرها لكن بتقول لها أنجون إن الدنيا كانت ظلمة ومحدش كان شايف حاجة وبعدها بتروح صور لأمين وبتوريله صورها اللي انتشرت وبتقعد مع نفسها بتحاول تفتكر أي حاجة لكن من غير فايدة وتاني يوم بتروح لعميدي المدرسة وبتطلب منه يتكلم مع مجلس الخرجين تاني ويدوها فرصة للمنحة لكنه بيأكد لها إنه بعد الصور دي ماينفعش تاخد فرصة تانية لأن اللي عملته ده ضد قوانين المنح فبترجع صور لأمين وبتقوله إنها هتفضل هنا معاه وإنها هتبزل كل جهدها علشان تعرف مين الشخص المسؤول ورا كل اللي حصل لها ده وبتطلب منه يساعدها في اختراق هواتف الفرقة لما يوصلوا علشان تشوف مين فيهم اللي صورها وبرغم رفضوا للفكرة في البداية لكن لما بيلاقيها بتعيط بيوافق وبالفعل تاني يوم بيبدأوا يختارقوا هواتف كام طالب من طلاب الفرقة وبتشوف صور كل الصور اللي على تليفوناتهم وبرضو ما بتوصلش الحاجة لحد ما بالليل بتشوف معاد ركوبها عربية الأجرة وبتلاقي نفسها وصلت لبيتها في ساعتين رغم إن المدة اللي المفروض توصل فيها هي 50 دقيقة بس فبتروح تاني يوم لمقر شركة نتكار هي وأنجون وبتسأل على سبب تأخيرها في الوصول فبيخلوها تقابل السواق اللي بيقول لهم إنه اضطر يوقف العربية في نص الطريق علشان كاوتش العربية فرقع وإن سبب التأخير إنه وقف في المنتزة وغير الكاوتش الواحد ومشي وبالليل بتكمل صور اختراق تليفونات الفريق وبتشوف فيديو الطارق وهو بيحرك الراس في الحفلة وبيوزع المشروبات وبتلاحظ إن المشروب اللي هي شربته مختلف عن باقي المشروبات وكمان بتشوف طارق خارج من غرفة مظلمة بالمشروبات قبل اللعبة وده بيخليها تشك فيه أكتر وتاني يوم بتكمل صور تقليف الصور وبتلاقي صور قديمة من حوالي سنة بيبقى فيها رؤساء الفرقة بيجمعوا الطلاب الجدد وبيعملوا فيهم طقوس غريبة علشان ينضموا لهم وبتروح لعميد المدرسة وبتوريه له الصور والفيديوهات دي فبيقول لها إنه هيتكلم مع الإدارة بخصوص الفيديوهات لكن ده مش دليل كافي لها هي لأن ما فيش صور أو فيديوهات ليها تطلعها من مشكلتها وإنها لازم تجيب دليل حقيقي بخصوصها هي وبعدها بتروح صور للفرقة وبتقول لهم إن طارق حط مخدرات في مشروبها وبيتقنقوا كلهم مع طارق فبيقول لهم راما إنه هيحل المشكلة دي وهيراجع الكاميرات اللي ببيته قدامهم كلهم وبالفعل بياخد الفرقة كلها وبيراجع الكاميرات قدامهم وبيطلع طارق اتأخر في الغرفة مش علشان حط مخدر ولا حاجة لكنه فضل يعيط بشكل هستيري وطلع بيرشمم معاه وآخده وبيزعق لهم طارق وبيقول لهم إنه مريض نفسي ودي أدوية للإكتئاب لكنه كان مخب عليهم وإنه كان فاكر إنهم عيلة واحدة ومش هيشكوا فيه للحظة وهيدفعوا عنه لكنهم أثبتلوا إن كل ده غلط وبيسيبهم وبيمشي وبعدها بيقرر راما يسرع الفيديو علشان يشوف مين اللي صور صور وبيشوفوا في الفيديو إنها مطلعة موبايلها وبتصور نفسها بيه وبكده تبقى هي اللي صورت نفسها ونشرت الصور مش حد تاني وإن أنجون قربت منها وخلت محفظتها علشان تشوف العنوان في بطاقتها وتقدر تطلها عربية الأجرة وما حدش قرب من تليفونها ولا لمسه ولما بيمشوا بتقعد صور تعيد كل حاجة تاني وتتحقق بنفسها وبتشوف نفسها وهي خارجة من الحفلة لكن لما بتقرب الصورة بتبقى هدمها معدولة مش مقلوبة ساعتها وبتفهم إن هدمها تغيرت في الطريق وبيقطعها والد راما وبيطلب منها تقعد تاكل معاهم وبيعرض عليها والد راما إنه يدفع لها مصاريف الجامعة مقابل إنها تبدأ تصمم له الموقع وكمان هيديها أجر تصرف بيه على نفسها فبتشكره وأثناء ما هي ماشية بتطلب مامة راما من ابنها يوصل صور بنفسه لإن عربيات نتكار ما بتوصلش للبيت هنا وتاني يوم بتروح صور للمنتزة تتأكد من صحة كلام السواق وبتشوف هناك تمثال كانت شافته في تليفون راما لما اخترقته وبتفهم إن وقتها راما كان موجود في المنتزة ولما بتقعد مع نفسها بتفتكر إنه قالها إنه خرج وقت الحفلة علشان يعمل تصاميم ورسومات يضفها في المسرحية فبتروح لموظف في المسرح وبتطلب منه تاخد تصاميم راما علشان تنزلها على الموقع ولما بتاخد كل الصور وبترجع للبيت تشوفها بتفضل تعمل عليها تعديلات علشان تشوف أي حاجة وبتكتشف إنها مش رسومات وتصاميم لكنها صور لظهر بني أدمين وفضل يعدل عليها الحد ما طلعها لهم بالشكل ده وفهمهم إنها رسومات وتصاميم وبتلفت نظرها صورة معينة من الصور وبتعرف إن الصورة دي هي صورة لظهرها هي وبسبب كده بتقرر تختارق تليفون راما علشان تشوف هو راح فين يوم الحفلة وبمساعدة أمين بيستدرجوا للمكتبة وبتقدر تختارق تليفونه بس قبل ما بتبدأ تشوف هو بيعمل إيه بتلاقي راما بيطلب من أمين يجيب له الحاجات اللي كان بيجيبها له فبتشك الصور في أمين ولما بيطلع بتخليه يفتح جهاز الكمبيوتر بتاعه وبتشوف إنه مخترق بيانات طلاب كتير فبيعترف لها أمين إن أخته كانت مريضة ومحتاجة علاج وهو ما كانش معاه فلوس لكن راما عرض عليه مبلغ مالي مقابل سرقة بيانات الطلاب فبتنهر صوره بتبدأ تكسر في كل حاجة وبتسيبه وبتمشي وبتروح صور لمحل في الشارع وبتدخل من عليه على حساب راما وبتعرف إنه كان موجود في المنتزة في نفس الوقت اللي كانت متواجدة فيه هناك وبتكمل تأليف في صور راما وبتشوف صورة من الصور اللي راما بيصممها ولما بتعمل لها تعديلات بتكتشف إن الصورة دي لجسم فرح فبتروح تاني يوم تقابل فرح وبتوريها الصور دي وبتطلب منها تساعدها بإنهم يبلغوا عن راما بالصور دي وياخدوا حقهم منه لكنها بتلاقي فرح بتنكر إن دي صورتها من الأساس وبتتعصب عليها وبتسيبها وبتمشي وعلشان كده بتروح صور لوحدها تبلغ بالصور دي في قسم الشرطة فبينشر الضابط بنفس الصور دي في كل مكان وبيتفضح راما إنه مريض نفسي ومعتدي على البنات وبسبب كده مجلس المدرسة بيستدعي صور وبيقولولها إن دي كلها صور مفابركة ومزورة وبيطلبوا منها تسحب القضية اللي ضد راما وإلا راما هيتخذ قصادها الإجراءات القانونية وهيرفع عليها قضية تشيير وفي اللحظة دي بيدخل والد صور وراما وأسرته وبيترجاهم والد صور إنهم ما يرفعوش قضية على بنته فبيوافق راما مقابل إن صور تطلع في فيديو وتنفي كل المعلومات دي وتقول إن هي اللي زورتها وكانت بتعمل كل ده لهدف الشهرة ولو عملت كده هيرجعها للفيق كمان ولا كإن حاجة حصلت وبالفعل تاني يوم بتطلع صور قدام المدرسة كلها وبتنفي كل حاجة وده بعد ما باباها أكبرها على كده ولما بترجع صور مع أسرتها بتقول لها مامتها إنها عارفة إنها مش كدابة وإن دي فعلا صورت ظهرها وهتفضل معاها لحد ما تثبت إنها مش كدابة وبتروح مامة صور مع بنتها لدكتورة صديقتها على أمل إنهم يقدروا يثبتوا إن بنتها تخضرت لكن بتقول لها الدكتورة إنه عدى وقت كبير من وقت الحفلة وحتى لو تخضرت مش هيبان في التحليل وبتعرض عليهم الدكتورة إن صور تفضل عندها لحد ما يقدروا يلاقوا دليل تاني يقدروا يستخدموه وبعدها بيجي طارق وفرح لصور عند الدكتورة وبيحكي لها طارق إنه كان عامل جروح في إيده بعد ما مامته توفت ورامة وقتها جهبت عنده وتاني يوم على طول لقى رامة بيقدم جروح إيده على إنها تصميم بعد ما عدل في الصورة لكنه رفض يقول لحد لإن الفريق هم أصدقاء الوحيدين وخاف لا يبعدوا عنه وبتحكي لها فرح إنها في يوم كانت صهرانة مع رامة وبعد ما شربت مشروب وفقدت وعياها لكنها كانت بتفوق بين كل فترة والتانية وبتسمع صوت كاميرا وحست باللي بيحصل حواليها ولما حكت الموضوع ده لأصدقائها محدش صدقها وقالوا إن ده من أثر الشرب وقالوا لها إنهم رجعوها بيتها في عربية من عربيات نتكار فبيبتدي التلاتة يربطوا الأحداث ببعض وبيعرفوا إن رامة كان متفق مع سواء عربيات نتكار إنه يساعدوا في العمليات القذرة دي فبيقرروا إنهم يروحوا للسواء وياخدوا تليفونه ويتأكدوا من أي معلومة من دي وبالفعل بيروح طريق يقابل السواء وبيطلب منه يوصلوا المكان معين وبيوافق السواء وبياخد طريق علشان يوصلوا لكن في الطريق بيطقف العربية وده لإن فرح فرغت الهوى من كاوتش العربية ولما بينزل السواء يغيرها ما بيقدرش يشيل الكاوتش حتى فبيتأكد طريق إنه كذاب وما بيقدرش يغير الكاوتش زي ما قال قبل كده لسور فبيضربوا طريق وبيفقدوا الوعي وبياخدوه وبيرجعوا البيت الدكتورة وبيكتشفوا إنه بعت رسالة لراما قبل ما يفقدوا وعيه لأنه كان شاكك في طريق وبتشوف سور على تليفونه فيديوهات للي كان بيعملوا مع راما في تصوير الأشخاص وهم فقدين للوعي وبكده بيبقى معهم دليل قوى عليهم وفي نفس الوقت ده بيوصل مجموعة ناس بتطهر الشوارع من الأمراض عن طريق رشده خان كتير وأثناء ما كل حاجة ضباب بتدخل عصابة للمكان وبتمسكهم كلهم وبيدخل راما وبياخد موبايل السواء من سور وبيولع في التليفون وبيهرب هو ورجالته وتاني يوم بتاخد سور وفرح مكانة التصوير وبيطلعوا فوق سطح المدرسة وبتنشر كل واحدة فيهم قصتها بالتفصيل مع صور ليهم بعد ما راما عدل عليها وبيرموا الورق في كل مكان في المدرسة ورغم إنهم كانوا فاكرين إن محدش هيصدقهم لكن بيلاقوا ناس كتير مروا بالموقف ده وكانوا خايفين إنهم يتكلموا وبتبدأ كل بنت حصل معاها نفس الموضوع تطلع فوق السطح وتكتب قصتها زي سور وفرح وينشرها زيهم حتى طارق بيشارك معاهم وبينشر قصة خيانة صديق المقرب وفعلا بيتم فتح راما في المدرسة كلها ولما بتعرف أنجون بتتعصب عليه وبتضربه لإنها كانت واسقة فيه وبتحبه وبيقدر كل شخص اتأذى فيهم من شخص أقوى منه يتشجع ويعترف بالحقيقة بعد ما كان اللي بيخافوا لايتسببوا في مشكلة لنفسهم والقصرتهم لكن بسبب بنت واحدة شجاعة قدروا كلهم يتشجعوا ويتحرروا وما يخافوش من إظهار الحقيقة بعد كده وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم